هل نسبة حدوث التهابات المسالك البولية بالنسبة للسيدات هل بتزيد أثناء فترة الحمل؟ آه بتزيد أثناء فترة الحمل لأن عمتا عمتا مبدئيا هو التهابات الجهاز التناسلي بتبقى موجودة أثناء فترة الحمل واحد نقص المناعة بتاعت كسم عمتا في الجسم كله بتقل منعته الحاجة التانية التهابات البول بالذات تبقى خطر جدا على السيدة الحامل لأن الطبيعي إن الرحم بيبقى مائل شوية نحية اليمين مع الحمل بيحصل دايما انسداد جزءي مش انسداد ولكن تضخم كده بسيط دغط من الرحم على الحالب فبيحصل شوية تضخم بسيط في الكلا فالكلا طبع ما بتصربش البول بصورة كاملة زي ما كانت قبل الحمل وبالتالي بيبقى عندي عرضة أن أنا عندي دلوقتي كريا متلصام يعني فيها شوية انسداد بسيط لو جي عليها التهاب وجود عدوى أو بكتيريا مع انسداد الكلا ده ممكن يبوضل كلا كلها ده خطر كبير قوي على السيدة الحامل علشان كده حتى دكاتلة الناسة دايما على الشهر التالت والربع لازم يطلبوا مزرعة بول ويطلبوا تحليل بول حتى لو هي ما بتشتكيش من حاجة يعني حتى لو المريضة تحسنا لو في أي التهابات خفية بالزبط أي واحدة حامل المفروض على الشهر التالت والربع بنطلب هم حتى دكاتلة الناسة بيطلبوا تحليل بول ومزرعة بول عشان يطمنوا لما فيشي التهابات لانها خطر جدا على الحامل غير كده كمان هي خطر على البيبي خطر على الجنين لان من اول اسباب السقط هو التهاب المسالك البولية حدوث التهابات في المسالك البولية بتزود انقوضات الرحم وتؤدي لحدوث واعتقد كمان ممكن تعمل بالنسبة للطفل حديث الولادة مكروف الدم بتتنقل يعني لو الام بتعاين من التهابات في المسالك البولية بالذات في الفترة الاخيرة اللي هي قبل الولادة مباشرة ده ممكن يقصي طبعا على الطفل ويعملوا مكروف الدم ويعملوا مكروف الدم وياخد مدد حيوة خوية